بيهل علينا شهر ربيع الأول شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كل سنة وحضراتكم طيبين بتلاقي بقى الشوارع تزينت واتملت بالزينة والمحلات حتى والشوادر اللي بيبيع حلوة المولد العروسة والحصان ودي بالنسبة لنحن من أهم طقوس المصريين لإحياء اليوم المميز ده بس هل دي كانت بداية احتفال المصريين بالمولد النبوي ولا كان فيه احتفالات تانية خلينا نعرف مع بعض جذور احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف مع دكتور رحاف الدين الهواري الكاتب الصحفي مساء الخير على حضرتك يا فندم نوارنا في برنامج التساع فندم وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم طيب يعني عايزة عارف من حضرتك بقى العروسة الحلاوة دي مصرية والحصان مصري ودي كانت بداية احتفالاتنا بهذه المناسبة العطرة ولا كانت ايه شكل احتفالاتنا هي العروسة والحصان ده غطية أصيلة عد عليها بالضبط أكتر من ألف سنة الفاطميين في بداية حكمهم كانوا بيلعبوا لعبة سياسة فكان لما يبقى فيه دولة تابعة للخلافة الفاطمية كان يشوفوا شعوب هذه الدولة اللي بيحبوه فكانوا عارفين عن الشعب المصري أنه بيحب الحلويات بيحب يعني أعاداته الاجتماعية بيحب أكل الحلويات فكان الخليفة المعزة لدي من الله الفاطمي من أواخر الكرن العاشر الميلادي بالضبط 970 وما بعدها 970 ميلادية كرن الرابع الهجري عارف أن المصريين بيشبوا هذه الحلويات فاستن سنة كان بيطلع حوالي ألف طبق في كل يوم في رمضان من الأصر من الحلويات هو كان جاي من تونس في تونس الطبيعة مختلفة عن يعني هو الخليفة المعزة تونسي فأرسل القائد بتاعه جوهر استقلي جوهر استقلي كان حلواني يمكن سيد حجاب لما قال اللي بنا مصري كان في الأصر حلواني كان عارف هو بيقول إيه لأن جوهر استقلي جاء إلى القاهرة وبنا القاهرة وهو في الأصر حلواني فاستنى هذه السنة فبقت عادة في رمضان أن يوميا من أصر الخليفة المعز يطلع حوالي ألف طنف أو ألف طبق لتوزع على ألف فقراء العروسة والحصان تحديدا بينتبوا إلى الحاكم بأمر الله الحاكم بأمر الله يبقى حفيد المعز يعني هو حفيد المعز لدين الله فكان دايما بيقلد جده فكان يخرج هو ومراته على طول في الأعياد وخاصة في أعياد المولد النبوي وكان عندهم ست أعياد تنين يعني مولد الإمام علي مولد رأس السنة الهجرية فأعشورة فهذه المناسبات كان يخرج هو ومراته فكانت دايما تبقى لابسه فشتان أبيض فهذا الفشتان الأبيض المصريين حب يقلدوه فعملوا عروسة وكانه بقى مهرة في صناعة الحلويات فعملوا عروسة على شكل هذا الفشتان الأبيض ولأنه كان دايما يخرج بحصان فعشان يمثلوا الحاكم بأمر الله صنعوا الحصان تمثيلا للحاكم بأمر الله والعروسة لزوجة الحاكم بأمر الله فظهرت الحصان الحلاوة وظهرت العروسة الحلاوة ويمكن فنان محمد أنبيل يعني أرخ لهذه العادة وقال أغنية شهيرة كتبها صلاح جهين عروسة حصان حلاوة زمان واتفرج يا ولا كأنه صلاح جهين بيعيد هذا التراث اللي بدأ عندنا من ألف سنة ويخلده في الأغنية اللي غناها الفنان محمد أنبيل طيب دكتور فيه كمان مظاهر أخرى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني حلقات الزكر والشوادر الموجودة احكي لنا برضو عن مظاهر دي الشوادر هي فكرة هتلاقيها في المناطق الشعبية أكثر والمناطق الشعبية مثلا كل ما حول السيدة زينب والفرسين هذه الأماكن أصلا كانت القاهرة الفاطمية القديمة وكأن مصانع الحلوة وكأن هذه الشوادر بتعيد إحياء الزكرة من ألف سنة في نفس الأماكن التي نشأت بها يعني حوالين الفستات حوالين جامع عمر كان بداية الاحتفال عند جامع عمر هتلاقي كل منطقة مصر القديمة هي التأصيل لهذه الشوادر اللي انتشرت اللي انتشرت تقريبا في كل حتة في مصر فالشوادر بالعروسة اللي بتزينها بتنوع الألوان يمكن في بعض الأنواع الحلوة جاكلنا من بلاد أخرى يعني مثلا الفولية والسنسنية دول أساسا كانت في أم درمان في السودان من أكثر من بداية صناعتهم طيب إحنا إيه الحلويات إيه أنواع الحلوة اللي كانت متأصلة إحنا عندنا يعني ربما الناس يعني يقولوا ما أم عالي يعني أم عالي دي أساسها يعني أساسها من مصر لأنها كانت شجرة الدور فبدايةها كانت عندنا الرز بلا بل برضو من عندنا يمكن العصيبة بنشترك فيها مع الشعب الأردني تحديدا عندهم من الحلويات الشهيرة جدا العصيبة الكنافة بينافسنا فيها فلسطين يعني هي اللي اخترعها المعيد يعني الكنافة أول حد طلب أكلها وكان عنده مغز دائم فالدكتور وصف له هذه الأكلة الخفيفة فأصبحت يعني الكنافة من الحلويات الخفيفة فكانت بتحلى باللبن عجينة بتحلى باللبن فكانت بداية الكنافة تحديدا نابلس مدينة نابلس اللي هي الكنافة النابلسية دي برضو بينافسنا فيها فلسطين وطبعا بيتميزوا في هذا الجانب من الكنافة ولكن الأصل كان من أيام الدولة الصاطمية في مصر طبعا دكتور رحاب الدين أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم يعني أنا بالنسبة لي الحقيقة القصص دي أعتقد أن نحتاج وقت كتير قوي عشان نحكيها قصص تاريخنا دي قصص يعني الحقيقة مهمة جدا وبتبقى يعني حتى طول الوقت بنحاول أن احنا نستعرضها مع أستاذ المشاهدين عشان نعرف أكتر عن تاريخنا بشكرة جزيل الشكر دكتور رحاب الدين الهواري الكاتب الصحفي والمؤرخ بشكرة يا فندم